بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم جديد في ساميرا كويزين أتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة وانتما تشاهدوا الفيديو اليوم ان شاء الله نقدم لكم طريقة تحضير للاير كيك بلوتام ديال سبايدر مان اللي حضرته في الوقت اللي هو قصير ان شاء الله الوصفة ديال اليوم اتنال اعجاب ديالكم وكيف ديما اللي عجبكم في الفيديو لا تنسوا تشجعني باللايك و بالاشتراك في القناة باش دائما وصلكم الجديد بسم الله سنحضره كأول خطوة الجنواز اللي نحتاج فيها 5 ديال البيضات 20 جرام سكر 20 جرام دقيق 15 جرام كاكاو مر من نوعية جيدة بني فاتح على هذا الشكل هذا نحتاج كذلك الميجاروم تاع البخاليني او الكراميل او اي نكما بالدوق ديالكم نحتاج رشة ملح ودروري منك نفصل الصفار على البيض ما نخليه حتى اقتراء الصفار تدوز عندنا في بيض البيض والإناء اللي غادي نطربوا فيه كي يكون نضيف مزيان و احتياتي نضيفه بقترة ديال الخلي مع اكليينيكس و نشوفوه مزيان في الأول سنطرب البيض البيض غيم بعد ذلك رشة ديت الملح حتى يرغوي عاد نبدأ نضيف سكر عالي دفعات و انا كنتطرب على سرعة في الأول كان نبدأ بسرعة صغيرة و انا كنتطلع في السرعة ديال العجانة حتى توصل عندي الأكبر سرعة ممكنة في العجانة سوف نضيف النكهة بخالينة اللي كتواته مع دق شكولاته وبنسبة النكهة سوف نضيف النكهة بخالينة اللي كتواته مع دق شكولاته وبنسبة النكهة و لا تستعملوا اي نكهة بغيتو سبق و حضرت لكم جنواز بيضه يعني بدون شوكولاته بدوق الفانيلا او الناطا حضرتها بالناطا سوف نرجع العجانة تخدم على سرعة كبيرة و انا كنضيف سفار البيض وحده بوحده حتى تنساجم ديالك الكيميه مع سكر وبيض البيض سوف نستغنى على العجان و نكمل تحضير الجنواز بشكل يدوي هذا المقعد اللي كنتقسم معكم دابا ديال المول او الجنواز ديال 15 سنتيم سوف يصل الى الكتفة سوف نحيد الفوية ديال العجانة و نكمل بسباتولاء او مغرفة ديال الخشب او طرابيا دوي سوف نخذ الكاكاو و نضيفه و نضيفه و نبدأ نضيفه على دفوعات للخالي تنتع لبيض والسكار هذا المرحلة دروري نخدمه ببطء و نضيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه و نحركه بشكل دائري و من الاسفل الى الاعلى و في نفس الاتجاه سوف نصرع الفيديو و لكن هذه المرحلة ضروري نخدمه و نحترم الاتجاه فقط الإصحís و نحركه السباتولاء و نظيفه و بعد يد قبل أن أبدأ في الجنواز، أخذت نجرة شينكو وفرشتها بورق الفرن في القاعدة القرص 15 سنتين تبت الزبدة وفي الجنة، قطعة الورق الفرن تكون طالعة لأن هذه نجرة ليس خاصة في الجنواز نستمر حتى نكمل ونأخذ نجرة 15 سنتين أي آنية لدينا فرن أدوات مكلفين مع هذه المناسبة لغالق الأسعار ونأخذوا شيئا ندخل هذا الفرن الذي سنته من قبل كما ترون النار غير ملتحت 140 أو 150 درجة ونأخذ الطيب ساعة وقسمين أو ساعة وقسم على حسب كل سيدة والفرن ونجربها بكي غضون كي خرج نشف ونعرف أنها طابت من الدخل مزيئا وممنوع أن نفتحه عليها 45 دقيقة سوف ندخل الجنواز تبرد على خاطرها سوف نحضر غاناش مونتي ونحضر الجنواز ونحضر الجنواز ونحضر الجنواز ونعطيكم المقادير ستلاحظوا في الفيديو ونشرح لكم في الوقت المناسب أني حضرته على جوج دفعات لديت الكمية قليلة وكملت الكمية ونقسمها 150 غرام شوكولات اضعت 55% كاكاو وستعملت هولا كما أردتكم في المقطع في الفيديو العلبة نستعمل نصف اضعت كيمية قليلة من القشدة الطارية سخنتها على النار ونخويتها على شوكولات نحرك في شوكولاتة لديت الضوء في الحرارة الكريمة نضيف حبيبات الشوكولات في كمية الكريمة يمكن أن تخذ الإناء في حمام مريم لا يكون وصل لكم في الإناء تتأكدوا أن الحبيبات الشوكولات تدابوا 100% سوف نغطيه بشكل كيلامس نضيف حبيبات الشوكولات ونضيف حجرة لنطربهم نضيف الحجرة ونضيف حجرة لا يكون حجرة نضيف حجرة المجموعة التجنبه يكرمون الوسط نحركوا بمعلاقها لنضيف القشدة الطرية تشكل فيها تلج في المجمد ونضيف القشدة طرية كميات كليلة وكملت المقادير اللي اعطتكم يعني في المجموعة استعملت نص سيطرو ديال القيش دطارية مع الرابعة ديال او ميتين ومسين جرام ديال الشوكولات نوعية جيدة او شوكولات ريش بجتني الكمية اللي مونتت بها اللاير كيك ديالي عمرت بها من الدخل ودت واحد لكوش اللي هي شوية رقيقة من الفوق هنا باش ما تدخوش معي في المقادير أنا أكملت الكيمية اللي خاصي ديال الشوكولات لم يطرد الدفاع التانية دىالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتال ونضيف البالاك نبحص عبر تركيا ليست دعنا الصورة الجزء الالالالالالالرlease ولكن و على البداء يجب من رؤية Audio من الاحسان حضرت كيميةcer لدريج حتى شال transmم lie كان مول فك hinaكبرife نحضر الزبدة السويسري بكمية كليلة جيدة أحذر الزبدة السويسرية فقط لتعبير ، فقط لتفضيلة لتكلمة بشكل كبير فران وحرارة ونحضر الزبدة السويسرية بكمية كليلة نضيف ايناء من دهون و احتى اقترا نضيفه بكلينيكس نضيف فيه جوج البيض بيض بيض حجم كبير يستعملون ثلاثة البيضات صغير و احتى اقترا الصفار نضيف لهم 75 جرام السكر حبيبات و نضيف الخالط على حمام مريم الماء سيكون سخن على حمام مريم يكون بعيد على اليناء فيه بيض البيض و السكر لكي لا يكتب لديك البيض و يقول لدينا اوملات النار تكون مهيلة نعقمه غير البيض لانه سنستعمله كخضر فهذا هو الطيب و التعقيم هو على حمام مريم نضيف بيض البيض على النار مهيلة و يدفع مع التحريك ممكن تحركوا بيدكم و تحسوا بالحبيبات سكر دابو بالنسبة للزبدة 150 جرام من أصل حيواني نوعية جيدة لا تستعملوا في هذه الوصفة المارغارين و لكن كل واحد و اختيار سوف نخرجها لقبل من تلاجة الزبدة ضرورية و كيف ندفع و يدفع أجل يدفع و يدفع و يدفع يدفع و يدفع بيض البيض و ندفع و يدفع و يدفع و يدفع إذا كانت الزبدة برد الإناء لكي لا تضيف الزبدة و لا تضيف الزبدة لأن الزبدة لا تكون برد و لا تكون سخونة لأن الزبدة لا تضيف الزبدة لا تخاف أن يطربوا و يدخل بيض البيض يبدأ يتحبب لنا لأن الزبدة لا تخافوا نضيف الزبدة و نضيف الزبدة و نستمر في التطراب لأن الزبدة بيضة و قوامها كريمي و ينسجم المكونات لأن الزبدة بحرارة الغرفة و نضيف الميرينغ في الوسط الكريمة تكون طبقة رقيقة لا يريدون الكريمة يقهمون ميت دمين يعني انا كنت تعرفون القناش يكون شوية تقيل وحتى كريمت الزبدة فتكون شوية تقيلة فحضرت كوش لها شوية وقدرت واحد الحاجز في الجنب باش ما تخرش عندي تلك الطبقة المؤسسة سوف ترى ان شاء الله في اخر مقطع سوف ترى ان شاء الله في اخر مقطع سوف ترى طبقات المقرمشة بحال بحال في 4 طبقات سوف اخر طبقات نسقيها سوف نقلبها ونغطي بها هي القاعدة تحت الجنواز سوف نحاول نقاد ونعمر جنب القناش مونتيجة هي هذه زوينة وخفيفة سوف يقوم بذن من اللي سيب هاد سباتيولا هادي ممكن استعملوه مصطاريلا كانت عنا كبيرة سوف يتعمر ونعمر ونأخذ الكريمة الزبدة وهاد اللاير كيك كان صراحة نحضرته غير مونتيجة ما خديتش وقت في التزيين باش نزين مشي حاجة فقط تصويرها سنقطعها بالمقص ودهنها بطبقة يعني ما دي تلاحظو درت غيها كي يغيب مع القاعدة باش هكي مني نكونو حاطين الحلوات تصبر واحد شوية سوف يدرت واحد لكوش انتع الزبدة كريمة ديلت الزبدة فوق دك طبقات دي الشوكولات او القاناش مونتي باش مني نكونو تن نزينو باللون الازرق مني نكون تلي السيء في الحلوة ديلي ما يطلعش ليدك الشوكولات ويترون لي الكريمة مع الشوكولات فاخدت النص غلفت به الكيكة ديالتي واحد لكوش اللي هي رقيقة والنص اللي تبقى عندي ديال كريمة تزبدة ضفت له المولوين جيل مع طنيش اللون وغادي نضيف لي واحد شوية ديال المولوين بودرة ونحرك مزيان بسباتولا ممكن ترجعه تخدم في العجانة انا عندي كيمياء اللي هي صغيرة فاخدمتها بسباتولا صافية وغادي نضيرها في واحد هكيا كما تشوفو نبدأ نضيرها بسباتولا كنهز وغادي نكون تلي السيء وخاي طلع عليها البيض ما غاديش يخسر ليها اللون الأزرق بحالي لا يعني إذا كنك الليسي وطلع عليها الشوكولات معا اللون الزرق غادي ترون الدعوة وغادي 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 شين ما غاديش يجزوين من الأحسن طبقة عازلة على طبقة الشوكولات اللي هي بكريمة الزبدة في لوم الأبيض سوف يغادي نضيسها بشكل بسيط هاد الحلوة هادي مخدتش صراحة الليسي كي يخد واحد شوية دي الوقت لا يركيك اللي سبق وقدمت بالشوكولات فكنت ليسيتها على خاطري هنا ما كانش عندي الوقت وكينين ضياف فغادي لسيتها غي واحد شوية وخديت قطعة او ديك التصور كي يباعوا بعشانين درهم داكل لها الشوكولات كما كيتشوفوا غي بزربة غي بظهر المعلقة ما الاحسن انكم تدهنوا بشوكولات مدوب على هاد تصور هادو كي يكونوا كيتكالوا قابلين للأكل او صالحين للأكل دهنوها بهذه الشيطة لكوش رقيقة وزينت بدميعات شوكولاتة البيضاء مدابة وهذا هو الشكل النهائي اخذت الصورات لديهم عفوا طبقة من عجنة السكر وزينت بهم الجناب كما تشوفوا لكوش رقيقة خفيفة وخفيفة كنتم نشألا الفيديو ويكون عند حصن ضنديلكم وما بقى ليه في النهاية إلا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية وضرب لكم ان شاء الله الموعد في فيديو الماجي ومع السلامة استودعكم في حفظ الرحمن اشتركوا في القناة